الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أنا بالرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لوضع إكليل من الظهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر جاء ذلك في إطار الاحتفالات بيوم الشهيد الذي يوافق ذكر استشهاد الفريق أول عبد المنام رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق في التاسع من مارس عام 1969 وقام القائد العام للقوات المسلحة يرافقه الفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بوضع باقة من الظهور على النصب التذكاري كما عزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد ثم توجه لقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنوار السادات وفي نهاية مراسم الاحتفال قام بتحية عدد من كبار قادة القوات المسلحة أكد الرئيس حرص مصر على تدائم الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة فضلا عن تكثيف التعاون والتنسيق القائم بين البلدين بمختلف المجالات خاصة العسكرية والأمنية في ضوء أهمية ذلك لدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في الشرق الأوسط وخلال استقباله وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أكد الرئيس السيسي أهمية تكثيف الجهود الدولية لتحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية ووقف الإجراءات الأحادية والتصعيد مشددا أن حل الدولتين وفقا للمرجعيات الدولية ذات الصلة يعد الطريق نحو تحقيق السلام العادل والشامل من جانبه ومن جانبي أعرابيا وزير الدفاع الأمريكي عن تثمين بلاده للقيادة المصرية ودور مصر المهم في الشرق الأوسط كقوة استقرار رشيدة ومسؤولة مؤكدا حرص بلاده على مواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية مع مصر خاصة في شق التعاون الدفاعي وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف جهود تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر والمزايا التفضيلية التي تتمتع بها كنقطة التقاء ومرور على خطوط المواصلات البحرية العالمية جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع الفريق أشرف عطوى قائد القوات البحرية وعدد من المسؤولين للاطلاع على الأعمال الجارية لتشييد وتطوير عدد من موانئ البحر خاصة موانئ العريش والأدبية وأبو قير وجرجوب وفقا لأحدث التقنيات وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير الموانئ البحرية أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مادة رئيسية في مشروع لتعديل النظام التقاعدي تنص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما وذلك على إثر معركة إجرائية حادة وصوت مائتين وواحد عضو لصالح رفع سن التقاعد مقابل 115 عضو صوتوا ضده وينصوا الشرق القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجيا من 62 إلى 64 عاما بواقع ثلاثة أشهر سنويا وذلك اعتبارا من الأول من سبتمبر القادم وحتى 2030 ومن المتوقع أن يقر البرلمان الفرنسي بمجلسه هذا الإصلاح بحلول السادس عشر من مارس الجاري قال تقرير للإستخبارات الأمريكية إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون سيجري على الأرجح تجربة نووية جديدة وأفاد التقرير أن كيم يعتبر على نحو شبه مؤكد أن الأسلحة النووية والسواريخ الباليستية العابرة للقارات هي الضامن الأكبر لنظام حكمه ولا نية لديه لتخلي عن تلك البرامج إذ يعتقد أنه على مر الوقت سيحظى بقبول دولي كقوة نووية وأوضح التقرير أن كوريا الشمالية تعتمد في تمويل برامجها النووية جزءا على عائدات أنشطة إجرامية بما في ذلك سرقة العملات المشفرة أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها لن تعترض على زيارة تأتزم رئيس تتايوان تاي إنجوين القيام بها إلى كاليفورنيا للقاء رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفين مكارثي ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية الرحلة المرتقبة لتسعي إلى الولايات المتحدة بالترانزيت وليست زيارة دعني أقول هذا ورياضيا تأهل بايرن ميونيخ لربع نهائي دور أبطال أوروبا بعد فوزه الثمين على ضيفه باريسان جوما بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب اليونز أرينا في إياب دور الستة عشر من دور الأبطال وكان بايرن قد حقق الفوز في لقاء الذهاب بهدف النظيف ليتأهل العملاق البافاري لدور الثمانية بثلاثية نظيفة في اللقاءين وفي مباراة أخرى نجح ميلان في العبور إلى الدور الربع نهائي بعد تعادله بدون أهداف مع مضيفه توتنهام في المباراة التي جمعتهما على استاد توتنهام وكان ميلان قد حقق الفوز في لقاء الذهاب بهدف النظيف ليتأهل لدور الثمانية بالبطولة انتهى موجز الثامنة وعود الاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل